منافس جديد دخل عالم الزكاة الاصطناعي ونازل رسمياً 28 يوليو نموذج صيني جديد اسمه GLM 4.5 وGLM هي عائلة مكونة من نمازج ولكن الإصدارين الجداد منها كان GLM 4.5 وفيه كمان النموذج الأخف منه ونهارده إن شاء الله هنجربه مع بعض بشكل عملي هذا النموذج يقال إن هو بيونافس كوان 3 وبيونافس كيمي كي 2 كل يوم بينزل نمازج جديدة في فترة الأخيرة نمازج مفتوحة المصدر زي ما أنتوا شايفين ونمازج أغلبها من شركات الصينية ولكن أعتقد إن هم بيحاولوا إن هم يوصلوا لي قوة نمازج كبيرة زي جيميناي 2.5 برو أو نموذج زي شاش جي بي تي فور أو ولكن من الصعب بصراحة عشان نكونوا واقعيين إن النمازج الصينية في الوقت الحالي توصل لهذه القوة من الأداء يعني أقوى نموذج شايفة حتى الآن بالنسبة للنمازج الصينية هو كان بالفعل دي بسيك آر 1 وما فيش أي كلام حتى الآن عن دي بسيك آر 2 ولكن إحنا بنحاول نكتشف هذه النمازج خصوصا إن هي بتكون مجانية ومفتوحة المصدر في الله بينا نبص بصة سريعة على نموذج النهاردة اللي هنتكلم عنه النهاردة هو نموذج حجمه 355 مليار برامتر وهو أقل طبعا من دي بسيك وكوين ولكن يقال إن الأداء بتاعه أقوى وبيستخدموا تقنيات تدريب متطورة أهمها طبعا الميكسشر أو أكسبرت أو الموئي جي أل أم 4.5 بيعتمد على نظام تفكير هاجين لما تسأله سؤال معقد بيبتدي إن هو يفكر ويحلل ويخطط يعني بيقولك أنت بتحس إن أنت بتتكلم أيجنتي يعني مش مجرد موضل تقليدي لكن هنجرب دلوقتي مع بعض عشان زي ما قلت لك يا التجربة هي خير دليل هما بيحاولوا أن هما يعملوا نموذج واحد ويبقى النموذج ده يشغل على كله وأداءه كويس في كل حاجة في البرمجة في التحليل في الكتابة في الرياضيات وما إلى ذلك يلا بينا نبص بصة سريعة ونسيبنا بقى من البنش مارك وهو واصل لأدئي ونشوف أداءه الفعلي على أرض الواقع وإن شاء الله حتركوا بالرابط في الوصفة أسفل الفيديو الخاص بي تجربة جي أل أم 4.5 يلا بينا ورجعنا لكم مرة تانية على منصة chat.z.ai من zai حط لك رابط زي ما قلت لك في الوصفة أسفل الفيديو وحنبص على عائلة جي أل أم عائلة جي أل أم عندنا جي أل أم 432 بي وعندي جي أل أم 4.1 بي وهو 9 بي سينكينج وعندك كمان جي أل أم 4.5 اير وهو لايتر ويت من جي أل أم 4.5 احنا النهاردة هنركز على الجي أل أم 4.5 المست أدفانسد موديل أكتر موديل حديث أو أكتر موديل متقدم وهو جيد جدا في الكودينج وكتول يوز هنشوفه دلوقتي مع بعض هندوس على جي أل أم 4.5 ونشوف إيه الموجودة عندنا في الواجهة هنلاقي إن فيه إمكانية إن إحنا نرفع لحد خمس ملفات الماكسموم خمسين ميجا بايد في بير فايل يعني الملف الواحد الماكسموم سايز بتاعه خمسين ميجا بايد بالنسبة ليه التولز إحنا عندنا التولز الموجودة إن إحنا نفعل أو ما نفعلش الويب سرش بالنسبة أيضا لإستخداماته كأيجنت بقى وكيل ذكاء إصطناعي لو أنا هنا دست على الإي آي سلايتس هنا أنا بقوله أعمل لي بريزنتيشن أو عرض تقديمي هنا بتظهر ثري تولز الويب سرش أكيد والسلايتس ميكر الاتنين متفاعلين إنت عايز إيميج سرش يدور لك في الصور أو لأ هنا ممكن تعمل دي سيبل أو إنيبل بالنسبة ليه الفول ستاك إن هو يشتغل كفول ستاك ديبولوبر هنا وان طول اللي هي الورك سبيس ومتفاعلة عندك الريت كود كتابة الكود ويب سرش أكيد متفاعل معاها هل بمي رايت يساعدك في الكتابة وعندك كمان سرش انفورميشن تعال نركز النهاردة على الإي آي سلايتس وعلى الفول ستاك ونشوف الاتنين لو أنا هنا خليته يشتغل كأيجنت أو إكسبرت كفول ستاك ديبولوبر هنا حبتدي أحط تيكست برومت الأمر الخاص بالتطبيق أنا هنا عايزة يعملي إنتر آكتيف إديوكيشن الويب أبليكيشن اسمه فلاشي ساينس عشان يختبر الطلبة اللي في المرحلة الابتدائية مثلا في مجال الساينس أو العلوم ده عبارة عن كده تطبيق بيستخدم البطاقات اللي هي الفلاش كوردس وهنا حطيت له الحاجات اللي أنا عايزها تكون موجودة في الابليكيشن وأنا جايبة أصلا الأمر من شات جي بيتي قلت له اللي أنا عايزها وهو أعطاني التكست برومت بالشكل ده بعد كده حبتدي أن أنا أدوس إنتر ونشوف تنفيذه للتطبيق حاليا هو شغال على تنفيذ التطبيق لسه ما انتهاش زي ما احنا شايفين تدي يكتب الكود فتح هنا عندي في الكنفاس لسه ما قدرش دلوقتي يعني أجربه إلى ما يخلص خالص زي ما احنا شايفين ده عبارة عن تطبيق كده بيعمل فلاشي ساينس كورد انت بتعملها بنفسك بتدوس على ستارت كرييتينج كوردس بتبتعي تعمل الكورد يعني كورد كورد كده يعني حنشوف دلوقتي مع بعض بعض ما يخلص تم الانتهاء في عندك هوم كرييت كوردس ريبيو كوز ستاتيستيكس هغير لي الدارك نجرب مع بعض كرييت كوردس ممكن هنا تحط السؤال وتحط الإجابة ما هو الكوكب الأحمر هقول مارس التوبك هيكون سبيس اند بلانيت الليفل هيكون مثلا جريت ثري المدى الصعوبة هيكون ايزي هقول ايد فلاش كورد تم اضافة الفلاش كورد هنا هقول مثلا سيف قول ممكن اقاد فلاش كورد تاني هعمل سيف قول حاجة بصراحة في منطق الجمال انا من وجهة نظري ده تطبيق يعني جيد جدا يعني الفيجولز الموجودة في التطبيق واستخدامه طبعا هنا هنقول ان لازم برضو يكون عندك خلفية برمجية لو انت عايز تعمل انت بنفسك منصة زي دي او تستعين بحد متخصص لان اكيد هتبقى محتاج تعمل تعديلات ومحتاج تفهم حاجات كتير جدا في هذه الجزئية هنا لو احنا روحنا للكواز مثلا خمس اسئلة ستارت كواز هنا وتبتدي ان انت تختار وتعمل لالاجابة وهكذا ده بالنسبة لي التطبيق البعض حيقولي ازاي احصل عالم ملفات بتاعته كل اللي عليك ان انت هتروح تعمل داونلود حيبتدي ينزل لك زي فايل عندك على الجهاز التطبيق بتاعك بقى موجود عندك على الجهاز ايضا بالنسبة لي تقدر تعمل بتاعمل الموضوع بياخد حوالي دقيقة هنا بيقول لي دا كارنت يوسيج اكسيد البرسونال لميت فاعملي ريبليس وادل بعد ما تعمل له هبتدي اقول له وابتدي ان انا اضيف الكواز بتاعتي ادي الكواز ابتدي ان انا اخد الكواز وهنا فيه تايمر اهو زي ما احنا شايفين بيبتدي انه هو يعد حوالي 30 ثانية في الاجابة على اي سؤال هنا مسلا لو اخترت التمثيل الضوئي طلع صح 100% هنا التلات حالات بتوع المادة solid و liquid و gaz اعمل سامت اجابة صحيحة هيدخني على a largest planet جيبتر الحسة بتاعة الشم اللي هي smell اجابة صحيحة اخر سؤال الهورت اللي بيدخ الدم وهنا الكوريكت بيبين 5 وبيديك quiz complete 100% طبعا الهدف ان احنا نختبر التطبيق شغل ولا لا يعني الاسئلة سهلة وكل حاجة ولكن زي ما انت شايف الاداء حلو نتيجة كويسة وفي تنقل ما بين التابس المختلفة والتغيير بحيث الدورك او اللايت او السيستم مود ونشوف حاجة تانية الجزء تانية من الفيديو هنجرب فيه الAI سلايد وحبتدي ان انا احط له الامر اللي انا عايز اعمل به العرض التقديمي وحيكون عن الفيوتشر او اي 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 افري دي لايف والترو ريكوايرمنت اللي انا عايزيها 7 سلايد والانتروداكشن فيها اي واول سلايد وتاني سلايد وتالت سلايد وعايز الفورمات بتاع الـ المهم هنبتدي ندوس هنا على انتر ولكن تعاون نلقي نظرة كده على التولز حفعل الامج سيرش وحبتدي ان انا ادوس انتر ونشوف اداءه في عمل الـ هنا هو بيشتغل كواكيل ذكاء اصطناعي زي جنسبورك وزي مانوس وزي سكايورك كلمنا عنه اخر مرة في عمل العرض التقديمي هنشوف دلوقتي مع بعض نفس الطريقة اللي شغال بيها جنسبورك اي او مانوس كل سلايد الـ 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 طبعا عشان انا نفعل الـ فبالتالي حطيلي صور جوه الـ اعتقد ان السلايد الاخيرة اللي هي هتكون ممتازة جدا في امكانية ان انت تعمل على جزء جزء في وتقدر ان انت تطلب منه التغيير هيكون عبارة عن ايه يعني هنا الـ الـ اللي انت عايز تعمله ممتاز في بقى امكانية ان انت تعمل شير تدوس على شير هنا تقدر انت اكسبور از بي دي اف تشير توي شات طبعا ده تطبيق صيني معروف او تعمله شير ل اكس منصة اكس او وممكن انت تروح هنا ل وتشوف بتاعتك تعرض بتاعتك وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة حبيت ان اركز معكم على اي اي سلايت يمكن اكتر حاكتين حاسيت انها يكون فيهم تحدي لاختبار هذا النموذج اتمنى تكون استفادتم من فيديو النهاردة وريت اسمع رأي المختصين خاصة في البرمجة في التعليقات وطبعا باقيت المتابعين رأيكم بيهمني جدا اشوفكم فيديو قادم بإذن الله على قناة info take for you وبحاول اقدم لكم كل جديد مفيد فريت منسوش تعمونا بلايك وشير وكمنت لو كنتم من متابعين الى اعزائي ولكنت بتشوف الاول ما بتنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته